سهلا مرحبا بكم في جيو اكسبريس من تواحاتها لساعتين ونص باش نحكيو على المرحلة الحالية اللي تمر بها تونس فيما يتعلق بالاستبتاء والاجراءات وفي قراءة للمرسيم الاخيرة اللي شوفناها الاسبوع اللي فات باش نحكيو كذلك على ليبيا لكن اقبال كل شي باش نمشيو نحكيو على الاقتصاد وخاصة على الحضور اللي كان حضور رئيس الحكومة في منتدى دافوس هالنجمنا نستفادوا منه ونحصلوا ربما تمهيدات للحصول على القرض املي اكثر تفاصيل بشي تكون في فقرتنا اغي سور ايماج اليوم ضيفنا في اغي سور ايماج لستاذ فاذ القابوه لستاذ في الاقتصاد بجامعة دانيسون ورئيس المعهد العالمي للإدهار المستدام مرحبا بك استاذ وشكرا لقبول التعوى مرحبا بك شكرا على الاستضافة ومرحبا بالسادة والسيدات المستمعين كل شكرا لك اليوم نحكيه على نهاية هذا المؤتمر المنتدى دافوس 71 اللي قعد في مراقبة لها العالم الكل ربما حسب تقرير لصحيفة فينانشنل تايمز هو ربما المؤتمر الاكثر اهمية منذ انشاؤه لانه جاي في ظرف بعد اولا انقطاع عامين على انعقاده لكن في ظرف خاص يعيش فيه العالم الحرب الاوكرانية تدعيتها على الاقتصاد العالمي وعلى الازمة حتى الغذائية كذلك مخاطر الوباء والمخاطر المناخية المتزيدة اليوم النجم نقوله بمناسبة هذا المنتدى هل وقعت مراجعة نظام العالمة ومحدودية هذا النظام والله اول حاجة لازم نذكر بها انه هذا المنتدى يعني اه تنظيمه مش منظم بالدول ولا منظم بالامم المتحدة هذا تنظيم شركات خاصة يعني هذا المنتدى رؤوس الاموال الكبرى في العالم يعني بالنسبة للمنتدى هذا مهم ياسر بالنسبة لهم انه يحافظوا على قوة الشركات وقوة النظام الرأسمالي العالمي والنظام العالمي المفيد للرؤوس الاموال الكبرى يعني طبعا يعترفوا بوجود ازمات كبيرة وازمات في الميدان الصحة وفي ميدان الغذاء وفي الميدان هذه الكل لكن كما تعرف يعني النظام العالمي مثلا فيما يخص انتاج المواد الغذائية تغير في بعد سنوات الاستقلال اللي عرفتها القرى الافريقية في اخر الخمسينات واول الستينات والازمة هذه الغذائية اللي نشوفه فيها اليوم يعني متسبب منها هذا النظام العالمي اللي هو يركز على خمسة اقطاب عالمية اللي هي تنتج المجوريتين تاع القمح والذراء والمواد الغذائية الاساسية اللي هما اوروبا الاتحاد السوفيتي الاقديم اللي هو روسيا واكرانيا الولايات المتحدة الامريكية والكندا في امريكا الشمالية والصين والاستراليا واليابان هما هذم الدول اللي تحكموا في انتاج القمح مثلا نزيد معهم شوية برازيل والارجنتين النظام هذا ما كانش نظام يعني جاء هكاكة يعني بالوازار النظام هذا جاء باستثمارات كبرى وسياسة غذائية كبرى بدأت بها اوروبا باش تدعم الفلاحة في اوروبا باش تنتج قمح مثلا وشعير باسعار رخيصة جدا اللي هي حطمة الانتاج في افريقيا وحطمة الانتاج في بلدان الجنوب وبعد ما حطموا الانتاج طبعا رجعت ارتفعت الاسعار وصاروا يتحكموا في الغذاء اه اسعار الغذاء في الاعلى المستوى العالمي ولما تصير ازمة كيما صارت ازمة اوكرانيا وروسيا تول اه عارف بدنا نشوفوا يعني اه ضعف النظام هذا اللي هو ما عندوش مرونة وما عندوش اه يعني استدامة بالنسبة لبلدان الجنوب لكن هل اه كان هناك نقاش مثلا في اه في المنتدى هذا انه باش نغيروا نظام الانتاج العالمي باش ندعموا البلدان الجنوب باش تنتج القمح والشعير اه كيما كانوا في ايام الاستعمار طبعا لا برغم انه يعني كانت هناك استنتاجات انه اليوم العالم في ذلحة المنتدى وتقارير معناها تقارير صحفية تابعت خاصة من يعني صحف المختصة في المجال الاقتصادي والتي من خلالها استنتجنا انه العالم اليوم اصبح مهدد بالجوع يعني اتساع رقعة الفقر حتى المجاعة يعني اتساع رقعتها وخاصة فما مشكلة تساعد المخاوف من الامن الغذائي اللي قاعد اصبح يعني يهدد تقريبا اوروبا قاعد روحها هي بيدا معنية بهذه المسألة يعني اليوم ما فماش امكانية انه يقع تغيير ولا مراجعات حتى في السياسات التي سوف تنتهج وهذه الدول توجاه كما كنت انت تفسر انه استاذ فيما يتعلق بالامن الغذائي التغيير هو بالانتاج في بلدان الجلوب لانه يزو نتذكره نحن القارة الافريقية كانت تنتج مش للقارة الافريقية فقط لكن كانت تنتج لاوروبا للدول الكبرى اللي كانت مستعمرة فيقيا لكن بعد الاستقلال قررت الدول الاوروبية انه تغير سياسة الاستثمار في الفلاحة باش تجوع القارة الافريقية باش يعني تولي تتحكم في القارة الافريقية على مستوى الغذاء وعلى مستوى الطاقة وعلى مستوى الاقتصاد يعني هذي سياسة جيوسياسية ماش سياسة غذاء فقط اه لما نرجع للخمسينات والستينات لما كانوا فهموا مفاوضات القات اللي هما وليوا يعني المنظمة العالمية للتجارة اه وليت في التسعينات اه المفاوضات منتاع القات كان يقولوا باللغة الانجليزية يقولوا يعني نامنوا بالتجارة الحرة في كل شيء الا السلاح والغذاء يعني هذا مش كلام هنا هذا الكلام المتاع المفاوضات من الستينات والسبعينات يعني كانت واضحة سياستهم الغذاء رأوا سلاح سلاح للدول الكبرى باش تتحكم في العالم وهذا ما يفصل ربما دائما المخاطر المناخية ما ياخذوها شبعي الاعتبار وحتى يعني لليوم تبقى اه من المواضيع التي يتم التطرق اليها لكن دون اتخاذ قرارات مصيرية بطمع في ما يفصل التغييرات المناخية الأمم المتحدة عملوا رابور عنده توا عامين ولا ثلاثة اسموا المتحدة اخرج الرابور هذا من الـ 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 واضح ياسر عملوا رابور باش يشوفوا الـ 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 الي هيا فعلا يلزمنا ما نفوتوهاش دي سي سنة عام عام الفين وثماني يلقاوا انه البروديكشن التوتال اللي مبرمجة سيئ باش تكون مئة واربعين في المئة اكتر من المكسيموم اللي نسمحو به اذا كان باش نوصله يعني لك الان برجل سنك دجري اه ماكسيموم بتاع الرشوتمون كليماتيك يعني الكونكولوجيون بتاع لوني انه ما فماش حتى باش نوصل الوبجيكتيف متاعنا اذا كان من منضطلوش الاستثمار في الغاز والبترول اه اميدياتمون يعني يلزمنا نقصه بطريقة اه كبيرة ياسف اه توا مش بعد خمسة سنين ولا عشر سنين الوركو كيديتشوك الاستثمارات الجديدة اه في العشر سنين اللي فاتوا ما بين خمسة مئة مليار وتسعمية مليار كل عام الشركات الكبرى متاع البترول قاعدة تزيد في الزنبستيسمون تعنى انفراستركتورة متاع الغاز والبترول ويعني حتى الحرب اليوم ما تكلموا على شي هذا بيانسور ما تكلموش يعني كانهم اه ما في بالهمش بال بالرشير سيونتيفيك باللي كونكوليزيون تاع اه الوني اه غير معنيين اكثر منهم ما في بالهمش اه بالفعل ماش في ما تلحدهم اه احنا نعرف انه ينتي ديما مواكب بالمستجدات الوضع الاقتصادي في تونس وكل ما يهم المسائل المتعلقة بالمفاوضات خاصة فيما يتعلق بامكانية الحصول على قرض من الصندوق النقل الدولي اليوم تعرف انه عنا تراجع تصنيف الاهتماني لتونس وفي ذل الاعتماد ديما كانت على سياسة التدين لسد العجز المالي المتفاق ما اليوم الوضعية هل حسب رايك من خلال حضور تونس حاولت رئيس الحكومة تقدم ربما تطمينات على مستوى الاسلاحات الممكنة الاقتصادية واللي من شأنها انها تحاول تدفع المفاوضات نحو امكانية اسناد هذا القرض اليوم كيفاش تقرأ الوضعية الاقتصادية وفيما يتعلق خاصة بموقف الصندوق النقل الدولي من الوضعية الحالية في تونس والله كما تعرف يعني المفاوضات مع الصندوق النقل الدولي مهيش مفاوضات تقنية وفنية على المستوى الاقتصادي فقط يعني هذوكم مهمين لكن مفاوضات سياسية روه هذه يعني الصندوق النقل الدولي تتحكم فيه امريكيا واللي يعني شوفنينهم بعد 25 جوليا ضغط امريكي وشوية ضغط اوروبي لكن اكتر شي ضغط امريكي على النظام السياسي في تونس لتوضيح الصورة يعني للرجوع للنظام الديمقراطي على حد قولهم يعني لكن كتجي تشوف يعني مشاركة تونس الحكومة التونسية في دافوس يعني هي قراءتي أنا يعني هي يعني قبول من الدول العظمى انه تونس يعني راجعة في يعني مقبولة في النظام العالمي كنظام سياسي يعني مش في مصلحة اوروبا ولا مصلحة امريكا انه تونس يكون نظام فاشل لانه مختر ياسر هذا بالنسبة للامن العالمي للامن في المنطقة يعني ما ينجموش يخليه تونس تفشل لكن ما يحبوش يبعدوا ياسر على النظام الديمقراطي بعد اللي يصار في تونس في العشر سنين وفي نفس الوقت شديدين صحيح كثيرك في الاسلاحات العميقة اللي هي اللي بديت عندها سنوات مطالب بها يطالب بها صدوق النقد الدولي حتى من الفين وثلتاش من وقت اللي بديه الاول معناها مع الحكومة حكومة النهضة وغيرها اللي هي دائما تتركز ديما على مسألة تخفيز في كتلة الاجور والمسألة الدعم وخوصصة المؤسسات العمومية وحتى مسألة المراجعات للمنظومة الجبائية اللي لليوم ما زالت الوضعية هي بيتها ما تغيرتش خاصة على هذا حتى من قبل هذا يعني الكريتيري هذا ما الكل من قبل حتى الثورة هذا هو برنامج صندوق النقد الدول والنظام الرئيس المالي العالمي من السبعينات لكن الوضعية الاقتصادية الاستثنائية اللي عنا في العالم تور في مصلحة تونس لانه تمكن تونس انه في المفاوضات هذه تاخذ حالة استثنائية لترقيع يعني الوضعية الاقتصادية مع باعانات من من الصندوق النقد الدولي وتأجيل يعني القرارات الصعبة هذه اه لكن بالنسبة للصندوق النقد الدولي يحاولوا انه ياخذوا على اقل اه ضمانات انه التحويرات الاقتصادية الهايكلية هذي بش تصير اه بقبول من الدولة التونسية ومن اله اطراف الاجتماعية يعني الاطراف الاجتماعية اللي هو لانه بالنسبة بالنسبة اللي فيمي يخافوا من حاجة اسمها يعني نجم يجي حكومة بعد خمس سنين ولا عشر سنين يقول لك لا نحن ما ندفعوش الديون هذي لاني انتي ما عطيتاش اه بطريقة ديمقراطية بريضاء الشعب وبريضاء يعني انتي ما معناه ما كنت مساهم في عدم حفوظه سداده اصلا هذا القرض كم منحته في ظروف هذي اللي عرفها انتي مساهم في عدم توفير ظروف سداده فيما بعد بالضبط لانه الكنسيبت انتع داتي اوديوز استعملته امريكا بيش تلغي ديون بلدان اخرى كما العراق بعد استعمار العراق اه الولايات المتحدة الامريكية اه قالوا الديون متاع العراق اللي اخذاها صدام الكل اوديوز لانه وقتها استلفوا من روسيا وتسلفوا من بلدان اه متاع الاتحاد السوبياتي القديم امريكا قات لها مش بش ندفعو لكم الديون هذي لانه هم اوديوز لانه ما عطيتوش الديون بطريقة ديمقراطية بطريقة شفافة الطريقة اه استفاد منها الشعب العراقي اه دونك يعرفوا راو هذا مه كلم مختر ياسر نجم مليارات ما تدفعش اه دول الفتور دونك هذيك عليش يحبوا ما ما يعطيوا فلوس الا ما يضمنوا انه الكنسيبت اللي تعديتو ديونز ما يتجبدش اه بعد خمسة سنين اه يقول لكم انتم اه كلكم اه تفاهمتوا واقبلتوا الشروط هذي دونك يزمكم تدفع واضح شكرا لكم بحاجة الاخرى اللي يزم نعرفوها انه اذا كان اه تونس ولا حتى مش راو مش نحنا بركة فما بردان اخرين تاوا داخلين في ازمة اه ديون ممكن ما نجموش يدفعو كيما سريلانكا تاوا ما دفعت اي اه بالنسبة للولايات المتحدة واوروبا كي البلدان اه الجنوب ما تدفعش المشكلة راهي مش مشكلة ريوم هما كهو لانه المستثمرين اللي مهمش بش يخبه فلوسهم كلهم في الاوروبا في امريكا في بلدان الشمال يعني بالنسبة لهم خسائر كبرى بالنسبة لهم اه تنجم يعني تتصعد المشكلة تولي ازمة اه مالية عالمية واذا كانش هو قرار ما السيري لنا وليهم بذر بذر شكرا لك استاذ فازل قابوب الاستاذ في الاقتصاد بجابة الدنيسون ورئيس المعهد العالمي للازدهار المستدم بعد شوية بشي مشيهون نحكيو عالوضع في ليبيا وحول المستجدد امكانية الخروج من الان